النجومية بتعمل ايه في الاشخاص وبتختلف من شخص الاخر ازاي لان دايما الناس بتشوف النجم في افضل صورة لكن احنا بحكم احنا بنقابل بعض بنشتغل مع بعض واحد يشوف حجم الضغوط النفسية كتير منهم ما بينامش غير بمنومات كتير منهم عنده اعراض اكتئبية بياخد مضادات اكتئب لحد درجة النجومية من عليها ما الذي يفعل تفعله النجومية في البعض لا بص هي مش ملاش علاقة بالنجومية هي هي لا علاقة بالفلوس لا ولا بالفلوس للشخص ازا كان فيه ناس لما بتجيلها مشكلة طب ما هو اللي بياخده مهدئات وبلاش مهدئات بس اللي بياخده مخدرات وكلهم نجوم لا ما فيه كتير او بياخد مخدرات وما بيشتغلوش اصلا ما بيشتغلش حابين ينفصلوا عن الواقع لان الواقع شافينه مش متناسب برافو عليك بيحاول ينفصل عن الواقع اللي هو بيمثل له مشكلة معتقدة ان هو لما يعمل الحياة الافتراضية اللي بتديله هذه المادة هو هيبقى مرتاح لكن هو بيبقاش مرتاح لان انت عارفة دي عاملة زي بسنيها زي لما يكون شاكمان العربية مخرومه بيعمل صوت يروح هو جاي خاطة سماعات فودانه فانا بدل ما كنت هلحم الشاكمان بعد شوية لما يشير للسماعات الشاكمان ما ينفعش يتلحن ده لازم يتغير فبالتالي ده انفصل عن الواقع مع عمل بيئة افتراضية طب وإيه اللي بيخلي الفنان او المشهور بشكل عام بشكل عام لأ انا دلوقتي بتنقل سؤال تاني إيه اللي بيخلي الشخصية العامة سواء كان سياسي او فنان او اي ان كان ايه الشخصية ودلوقتي شايفين بتوع السوشيال ميديا والبلوجرز وكده إيه اللي بيخليهم يبقوا محتاجين ينفصلوا عن الواقع إيه الضريبة اللي بيدفعوها نتيجة الشهرة ومعرفة الناس بيهم نفسيا تخليهم للدرجة دي مش حبيلهم ما لهاش علاقة بالشهرة على فكرة لا انا بكلم على الجزء الناس لو انا مشهور اصلا حررتك كده بتجرد الشهرة من انها قد تمثل ضغطا على البعض ليها تأثير طبع مش علاك كل النجومية بشكل عام اذا جاءت مفاجأة او زاجات اكتر من التخيل او لم يكن الشخص معيئا لها طقافيا ممكن ينهار وممكن للنجومية بس مش النجومية بس انا باخد النجومية كنموذج ده نموذج اي حاجة اي حاجة انت كنت هنا في هذا المجتمع وهنا دي يقصد بيها بليفل معين من الناحية الثقافية او الاجتماعية او الفنية او الادارية وبعدين مرة واحدة ما طلقتش السلم تدريجي بقيت هنا ده بيمثل صبوة واخترك وده بيبقى مختلف وبعدين انا بتكلم عن المشاهدة لاننا بتكلم عن شيرين كنموذج وانت كنت قريب منها وانا اعرف ناس كتير بيتعرضوا لضغوط وليه اصدقاء متعرضين لضغوط انا شايف انه لها علاقة بالنجومية بالصراع ما بين الحياة الواقعية اللي عايشها والتمثيل او الابتسامة اللي لازم ياخد بها اللي مختلف يظهر بها حالة السعادة التي يجب ان يظهر بها وهو بيعاني في الخلفية ده ده بيعمل خلل نفسي لا خلي بالك اه اه زي ما كنتش انت مرتاح نفسيا مش تعرف تطلع مش تعرف تتكلم مش تعرف تغني مش تعرف تمثل مش تعرف تقدي طب انت شايفينه ده شيء سهلي يا دكتور ان حد يكون بالشهرة دي ده انا كفاية عليا جدا ان حد ينتزع عني حريتي انا مشغور بايلي شارع الشهرة دي لها ضريبة طبعا لا ضريبة لانك انت فيها ماكتين مش تعرف تخشها فيها ماكتين مش تعرف تقعد فيها انت متبقعد مش عايز كل واحد جايز يتصور معاكم وانا باكل مش قادرة أؤمن على الأكل أساسا يعني مثلا ومنفعش صدوهم برضو في نفس الوقت لان دول هم اللي عملوك وهم دول الرصيب بتاعه فبتبقى صعبة هي قاسية ومش في الفن بس في أي حاجة على فكرة أي حد من الناس اللي هم الشخصيات العامة أو المعروفة بيبقى برضو كنوا تعرف أو مشهور بيبقى لها ضريبة طبعا لازم دكتور نبيل انت صديقي العزيز وأنا عارف ان في شخصيات كبيرة ونجمات ونجوم بيتعملوا معاك ويتعالجوا معاك ثقافة الأطراف يعني في الغرب النجوم العالميين بيقولوا ان احنا بنروح لأطباء نفسيين على طول المجتمع كله قابل فكرة الطب النفسي عندنا صعبة شوية لكن الفنانين تحديدا والنجوم بيقولوا ان احنا بنتعالج عندها طباء نفسية بعضهم بيطلع يقول انا مدمن كحول وبتعالج من الإدمان وباخد جلسات عندنا بعض الشخصيات الفنية اعلنت ده في وقت من الأوقات في مصر ولكن بقى تعيب دلوقت صعب ان حد يطلع يعترف بانه بيعاني او بيتعالج نفسيا او بيزور طبيب نفسي لاتشعرته او بيتعالج من الإدمان ليه بص موضوع الإدمان موضوع غير مقبول اجتماعيا عندنا رغم ان هو مرض طبع مرض لكن غير مقبول اجتماعيا زائد احنا عندنا ثقافة الانكار تيجي الام ابني لا يمكن يكون بياخد ده انا عايشة حياتي عشان وكل الاعراض بتقول انه بياخد هي مش شايفة هي رفضة لنها هي رفضة هي شايفة ورفضة لا لا يمكن ده انا حياتي كلها عايشة عشان وشايفة ما بيأكلش وبيخس وبيصهر برا وبيعمل حوادث بالعربيات وشهيته قلت ووزنه قل ما باش بينزل شغله وصهران طول الليل ونايم طول النهار وممكن تلاقي أدوات التعاطي موجودة معاه وهو دول بيبقى عندهم كذب احترافي وقدر على الإقناع غير عادي طبعا بيحترفوها ب زكاء طبعا غير عادي وبيقدر يقنع اللي قدامه وهي بتقتنع وطبع عندها إنكار أو أبوي بيبع عنده إنكار ففكرة الإنكار غلط غلط